نشوف طب نعمل ايه عشان نقدر نوصل لمسألة الاحتواء لان فيه احتواء وقت التغيير وفيه احتواء كمان لكن ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان بروسس بقى الخطوات اللي احنا ممكن نعملها عشان نبقى عندنا مهارة الاحتواء لشريك الحياة اول حاجة المبادرة بالاطمئنان محدش ممكن ابدا يا سادة ممكن نسميه ان هو بيحتوي شريك الحياة وهو ما بيتطمنش عليه وما ينتظرش لما تحصل حاجة يتطمن عليه لازم دائما يبادر بالاطمئنان باول حاجة المبادرة بالاطمئنان تاني حاجة الانصاط الجيد تالت حاجة الحوار بقى اللي فيه ايه الحوار الكفء والفعال اللي فيه ايه فهم لكلام شريك الحياة زي ما بيقوله وتفاهم لدفافه واحتياجاته وتفاهم اي الوصول الى نقطة ممكن ننفذها وتكون واقعية وتكون نقطة مشتركة رابع حاجة التحكم في ردود الافعال لانا بسميه ادارة الانفعال لازم هو بيتكلم وبيحتوي شريك الحياة يدير الانفعال خامس حاجة هو حسن التفكير اللي انا بسميه التفكير فيما يعود بالنفع على شريك الحياة لازم تي مهارة نتعلمه سادس حاجة حسن التعبير ماينفعش ان انت بتحتوي شريك الحياة وتقوله ايه ما خلاص ما احنا قلنا خلاص عن حل المشكلة بقى لكن لازم تقوله ايه ان شاء الله طمئن كل حياة تبقى كويسة تعال بقى ننفذ مع بعض اول خطوة عشان نخرج من المشكلة هو ده الكلام وقولوا للناس حسنة ربنا امرنا بده سابع حاجة واخر خطوة المطابعة للتأكيد من حصول الامان لازم اتابع تعالوا نقوله خطوات بسرعة مرة تانية اول خطوة اول خطوة في المهارة دي المبادرة بالاتمؤنان تاني خطوة الانصاد الجيد تالت خطوة الحوار الكفء الفعال اللي فيه فهم وتفهم وتفاهم رابع حاجة التحكم في ردود الافعال خامس حاجة حسن التفكير اللي هو التفكير فيما يعود بالنفع على شرك الحياة سادس حاجة حسن التعبير ان انا اتكلم كلام حلو من شرك الحياة عشان يحس ان هو كمان حاسب الامان حتى في الالفاظ سابع حاجة المتابعة للتأكد من حصول الامان تعالوا قلوا شوية اجراءات سريعة كده اول حاجة حاول في وقت الازمات تجعل تواجدك جنب شريك حياتك مدة اطول وغير اولوياتك لما تغير اولوياتك وتخلي شريك حياتك يتقدم في سلة اولوياتك في وقت الازمات دي شريك حياتك بيحس انه حصلوا احتواء خصص وقت تاني حاجة خصص وقت يومي لسه معه توفقد احوال شريك حياتك وكل احبابك تلاتة تجنب تأجيل الاستجابة لطرب شريك حياتك ليك في وقت الحاجة وفي وقت الازمة رابع حاجة لازم ببساطة خالص عشان نكون محتوين لازم دايما نسمع الوجع من شريك الحياة مش على انه ملامة لكن نسمعه على انه طلب مساعدة ولازم اليد تتمد بسرعة ونصل الى حد انه نسمع منا ما يخرج منه احسن ما فيه علامة ان انت احتويت شريك حياتك ان انت تجعله عنده همة وعنده سعادة وعنده استعداد ان هو يخرج احسن ما فيه هو دا الاحتواء مهارة مهمة جدا 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 والمهارة دي مش هتكلم عن فقدها لكن هتكلم عن جمالها وحسنها لما بتكون عند حد من الزجين ازاي بيسعد شريك حياته ويخليه حاسس ان الجواز نعمة لا بيخليه حاسس ان الجواز جنة